في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآني يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتكلم عن بعض رواة الإمام حفص الذي روى عن عاصم رحمه الله تعالى وما زلنا مع إسناد القراء إسناد رواة حفص عن عاصم وتكلمنا فيه يعني عن طبقات الأئمة بحسب يعني الطبقات من الأعلى إلى الأنزل والأقل منها وهكذا الأدنى منها الأسفل منها طبقة الشيوخ ثم طبقة الرواة عنهم وهكذا فبدأنا بزمن النبوة وقلنا أن نقل بعد ذلك القرآن إلى الصحابة الكرام والصحابة الكرام نقلوه إلى التابعين والتابعون إلى أتباع التابعين ونحن في هذا العصر تقريبا وصلنا إلى الحديث عن الإمام حفص وتكلمنا قبله عن الإمام شعبة ونحن الآن تقريبا في السنة سنة 190 180 190 من الهجرة النبوية يعني في نهاية القرن الثاني الهجري وهذا الوقت استقرت فيه القراءات العشر تقريبا تقريبا يعني نحن في زمن استقرار القراءات العشر وثبات هذه القراءات في أذهان الناس واعتناء الناس بهؤلاء الآئمة واجتماعهم عليهم لكن لسه ما زلنا لم نصل إلى عصور التأليف في هذا الزمان نحن نهتم الآن بالحديث عن بعض الرواة الذين رووا روايات الإمام عاصم اللي هي رواية شعبة ورواية حفص تركيزنا الأكبر سيكون على حفص وإحنا ماشيين في هذا الطريق حتى نصل إلى عصرنا الحاضر إن شاء الله تعالى الإمام شعبة له طبعا تلاميذ تكلمنا عرضا على بعض منهم كيحيى بن آدم ويحيى العليمي و جماعات ممن رووا عن الإمام شعبة رحمه الله تعالى وأما الإمام حفص فيهمنا أو يهمنا في الحديث عن سيرته تلميذان تلميذان وهنا أريد أن أوضح مفهوما موجودا عند القراء الآن بارك الله فيكم القراء العشرة اللي واحد منهم هو الإمام عاصم هؤلاء يسمون عند الأئمة عند علماء القراءات يسمونهم القراء يقولون عن هذا الرجل قارئ أو إمام تلاميذ القراء العشرة نسميهم رواه يعني الواحد منهم نسميه راويا لذلك من القارئ عندنا في قراءتنا من القارئ الإمام عاصم من الرواه شعبة و حفص طيب تلاميذ هؤلاء الرواه ماذا نسميهم يسمونهم في علماء عند علماء القراءات يسمونهم طرقا يقولون على الرجل منهم طريق ممتاز إذن نحن نقرأ بقراءة الإمام عاصم من رواية حفص عنه من طريق فلان أو فلان أو فلان بحسب الطرق طيب تلاميذ الطريق ماذا نسميهم تلاميذ الطرق نسميهم طرقا أيضا نظل نسميه طريق إلى زماننا هذا إلى العصر الحاضر نسميه طريق كويس فهذا معنى القراءة و الرواية و الطريق هذا المفهوم يعني أحب أن يكون ظاهرا و وجليا لكم بارك الله فيكم طيب إذن عندنا القراءة للإمام عاصم الرواية رواية حفص عن عاصم الطريق طريق عبيد بن الصباح أو طريق عمر بن الصباح هذان الرجلان نتكلم بعض الشيء عن سيرتهما الأول من نتكلم عنه هو عمر بن الصباح ابن صبيح أبو حفص الكوفي المقرئ الضرير هذا الرجل عمر بن الصباح قرأ القرآن على حفص و كان أحذق من قرأ عليه يعني الحاذق هو الفهم الذكي أحذق من قرأ على حفص وأضبطهم وأتقنهم هذا عمر بن الصباح و كذلك عمر بن الصباح كلمة لما نقول إحنا طريق مش معنى أنه هو رجل قليل العلم لا مش لازم عمر بن الصباح هذا أخذ حروف قراءة شعبة أيضا رواية شعبة درسها وأخذها على أبي يوسف الأعشى وهو من أهم تلاميذ الإمام شعبة فماذا نريد أن نقول أنه ليس معنى النزول في الطبقات قلة العلم إحنا كنا نقول أن الأئمة القراء العشرة هم اختاروا القراءات و كان لهم علم و فهم و حذق و كذا نعم لكن هذا ليس معنى أن طلابهم أقل أن طلابهم أقل منهم علما لا مش لازم أبدا ممكن يكون بعض الطلاب أكثر علما وأكثر سعة في الرواية من بعض الشيوخ نعم نعم لكنهم لا يصيرون بذلك أصحاب اختيار هم رواه هم رواه نأتي إلى هذا العصر الحاضر محدثكم الفقير إلى الله قرأ القرآن الكريم بالقراءات العشر من طريق الشاطبية و الدرة اللي هي بسموها القراءات العشر الصغرى و القراءات العشر أيضا من طريق الطيبة و هي ما يسمى بالعشر الكبرى فالفقير إلى الله يعرف هذه القراءات و رواها مشافهة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه معرفة بالقراءات كلها المتواترة صحيح هل أعد بذلك من أصحاب الاختيار؟ لا طبعا لا أبدا أنا ناقل لهذه القراءات تقول لي ما هي رواية فلان كيف يقرأ الإمام أبو عمر في كلمة كذا كيف يقرأ الإمام عاصم كلمة كذا كيف يقرأ الإمام نافع كلمة كذا أخبرك وأجيبك لكن هل لي اختيار مستقل؟ أقول أنا سآتيكم الآن برواية جديدة أختارها من مجموع ما فات هذا الأمر توقف تماما منذ نهاية القرن الرابع ما عاد هناك اختيارات منذ ذلك الوقت وسيأتينا ذلك وتوضيحه جليا إن شاء الله في سير بعض الأئمة كابن مجاهد و غيره من العلماء المحوريين في هذا الفن في نقل القرآن الكريم طيب إذن عمر بن الصباح ليس فقط متقنا و حاذقا و ماهرا في رواية حفص بل أخذ غيرها إلا أن هناك أسبابا جعلتنا ننتقي هذا الرجل دون غيره من الرجال يعني تلاميذ حفص كانوا اثنان أو اثنين أو ثلاثة فقط لا كانوا عشرات لكن على الأقل يعني عشرات لكن الذي يهمنا هو ما وصل إلينا من الطرق التي نريد أن نعتني بها لسبب يظهر لكم إن شاء الله مع تتابع هذه الحلقات من مشيئة الله تعالى طيب أيضا مما نحب أن نذكره عن الإمام الراوي عمر بن الصباح أنه رحمه الله تعالى ورد عنه أنه قرأ على حفص بعض القرآن عرضا و قرأ عليه بقية القرآن بلواية الحروف هذه القضية نذكرها لنبين أن العلماء فحصوها و وجدوا أن الصحيح أنه قرأ على حفص القرآن الكريم كله و لذلك نحن نجد أن عمود الرواية و نقل القرآن الكريم لا ينقل ببعض القرآن و إنما يكون بنقل جميعه الرجل يقول قرأت القرآن كله أو قرأت القرآن من أوله إلى آخره قرأت القرآن جميعه ينصون على ذلك و يبينونه و يوضحون المقدار المقروء إن كان غير ذلك و كما قلت لكم الرواية ببعض القرآن أسلوب من الأساليب الصحيحة في التلقي عند العلماء بضوابط و شروط و منهجيات معينة معروفة عند العلماء إلا أن عمود الرواية و النقل يعتمد في الأساس على نقلة القرآن لذين ينقلونه كاملا لذلك لا ينبغي على الواحد منا أن يذهب مثلا و يقنع بقراءة السورة و السورتين على شيخ و إتقان السورتين و خلاص و يقول اكتفيت و أخذ إجازة في سورة أو سورتين أو جزء من القرآن ليه أكمل كتاب الله تعالى و اروي القرآن و اجعل عمود النقل و الرواية أن تكون من رجاله اعتني أن تكون من رجال نقل القرآن الكريم الذين يدق عليهم و تدوا الرواية على مر العصور القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى و كان يقرئ في بغداد في مسجد الصحابة كان عمر بن الصباح يقرئ في بغداد في مسجد الصحابة و كثير من العلماء كان يقرئ في المسجد و منهم من كان يقرئ في البيت و منهم من كان يقرئ في الطريق كما تبين ذلك من سيارهم رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا خير الجزاء أيضا ممن نحب أن نتحدث عن شيء من سيرته عبيد بن الصباح النهشلي عبيد بن الصباح النهشلي ممكن بعض الناس هنا يقول عمر بن الصباح وعبيد بن الصباح أكيد أنهم إخوة الحقيقة أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء والظاهر والأصح إن شاء الله أنهما ليس بأخوين وإنما هو تشابه أسماء بس يمكن اسم الصباح كان موضى كده في زمن آبائهم فطلعوا كده عبيد وعمر آبائهم اسمهم الصباح مش قضية المهم هم أخوين هم مش أخوين لا فرق عندنا في هذا الأمر إنه هل هم يعني سيؤثر ذلك في الرواية أو لا لا ما فيش تأثير طبعا لكن من باب فضول العلم والمعرفة الإمام عبيد بن الصباح أيضا كان من أضبط النقلة الذين رووا عن حفص رحمه الله تعالى وهو من أجل أصحابه كلمة الأصحاب لاحظوا أنهم يعبرون عن التلاميذ يعبرون عنهم بالأصحاب ليه ليه يا جماعة لأن العالم عندما يروي أو الطالب العلمي يعني عندما يروي عن العالم لا ينبغي أن يقنع من العالم بالقليل ولا يليق به أن يشبع من طول صحبته يذهب الرجل فيقول أنا فلان من شيوخي نقول له ماذا رويت عنه يقول لقيته فسلمت عليه مثلا و رويت عنه آية أو تتلمذت على مقطع من مقاطعه أو قرأت كتابا من كتبه هذا يعني نعم هو من طلب العلم لكن لا يصلح أن تقول أنا من تلاميذ فلان طيب وهناك من الناس من يحسب على شيوخ لم يتتلمذ على الشيخ إلا أسبوعا من الزمان أو شهرا من الزمان هذا لا يسمى صحبة إنما الطلب النافع هذا طلب نافع طبعا لكن الطلب النافع جدا الذي يجعل الإنسان يعول عليه في الغالب هو طول المنازمة يصاحب الشيخ في يقظته و قبل منامه يذهب و يتابع أحواله في حياته يطلع يحب أن يعرف ماذا يحب شيخه و ماذا يكره ماذا يأكل أنا لم أقل العلم بعد لم أقل العلم بعد هذا فقط العلاقة الشخصية بينه و بين الشيخ أن يعرف أخبار الشيخ متى ولد من هم أهله من هم أولاده من الذي روا عنه من قدام الطلاب من المعاصرون منهم هكذا الطالب يكون على معرفة هذا النوع من الطلاب هو اللي بيعول عليه في سير و تراجم العلماء و المشايخ يعني إحنا الآن من أين أتينا بهذه التراجم التي أتينا بها هل إحنا عاصرنا هؤلاء الأئمة لا هذه المعلومات التي نقلت عنهم من خلال من طلابهم الملازمين لهم ولذلك يقولون فلان من أصحاب فلان عبيد بن الصبح من أصحاب حفص ما معنى أصحاب مش أصدقاء يعني أصحاب يعني أنه صاحبه زمنا طويلا حتى صار من تلاميذه الدائمين و كم رأينا وسنرى إن شاء الله في أخبار المقرئين من يقول صحبت شيخي عشرين سنة و صحبت شيخي ثلاثين سنة أرقام من العمر يعني سنوات عقود و هو يصحب شيخ أو يتعلم هكذا تكون الرواية و هكذا ينبغي أن يكون التتلمذ و نسأل الله أن يعفو عنه و عن تقصيرنا مع مشايخنا و أن يتوب علينا أيضا مما نقل و روي من الجمل المهمة بالنسبة لنا عن عبيد بن الصباح أنه كان رحمه الله يقول قرأت القرآن و أتقنته من أوله إلى آخره على أبي عمر حفص بن سليمان البزاز ليس بيني و بينه أحد و قرأ على عاصم لاحظتم ها هنا ماذا أريد أن أقول أريد أن أبين لكم إحدى ملامح منهجية العلماء في وصف الرواية يعني لا يقول الرجل أنا من تلاميذ الشيخ الفلاني لا في القرآن لا يصلح معنا هذا نريد أن نعرف ما معنى من تلاميذ فلان سمعته يقرأ حضرت مجلسا قرأت عليه ما تيسر بعض الناس يتصل فيقرأ سورة من السور هل هذا يعد تلميذا للشيخ الذي اتصل عليه لا لا بعض الناس يحضر دورة من الدورات هل هذا يسمى رواية قرآن لا حضرت شرح كتاب أو شرح متن أو درس تعليمي أو شيء من هذا لكن هل تستطيع أن تقول أنا أروي القرآن على فلان لا عند القراء لا يكتفى بذلك لا يجب أن يحدد ويقول شوفوا التعبير تعبير عبيد بن الصباح ماذا يقول قرأت القرآن وأتقنته شوفوا التعبير الذي يدل على الثقة الموثوقية وأتقنته وتحديد النطاق من أوله إلى آخره عشان لا أحد يقول قرأ بعضا من القرآن أخذ الحروف حضر مجلسا من المجالس يروي عنه بواسطة لا 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 قال على أبي عمر حفص بن سليمان البزاز ليس بيني وبينه أحد الرواية مباشرة وجها لوجه وجها لوجه مباشرة ليس بيني وبينه أحد لماذا؟ ما معنى قوله ليس بيني وبينه أحد أنه هل يجوز أن يقول الإنسان رويت عن فلان وهو ليس شيخه المباشر مثلا يأتي عبيد بن الصباح ويقول أنا أروي عن عاصم نعم يجوز أن يقول أنا أروي عن عاصم يعني أروي عن عاصم بواسطة حفص لكن في الإسناد هنا لابد من التعيين والتوضيح أحمد بن سهل الأشناني كان يقول قرأت على عبيد بن الصباح هذا من تلاميذ حفص المهمين الأشناني من طرق حفص المهمة قرأت على عبيد بن الصباح وكان ما علمته من الورعين المتقين القرآن مرارا إذن الأشناني يروي عن عبيد بن الصباح الآن نحن انتقلنا إلى تلاميذ تلاميذ الرواة هذا لن نتكلم عنه الآن إن شاء الله لاحقا فالأشناني من تلاميذ عبيد بن الصباح ماذا يقول قرأت القرآن مرارا شوفوا وصف الرواية يحدد مرارا مش قرأت مرة واحدة على عبيد بن الصباح وكان ما علمته من الورعين المتقين يثني على شيخه ما علمته ما مش معناها النفي يعني لم أعلمه لا يعني طول ما علمته ما رأيت إلا أنه كان من الورعين المتقين ويصف ويقول ويخبرنا بقول عبيد بن الصباح عندما قال وقال قرأت على قرأت القرآن من أوله إلى آخره وأتقنته على حفص بن سليمان البزاز ليس بيني وبينه أحد فهذا أسلوب النقل أسلوب الرواية أسلوب ضبط التلقي عند العلماء وهكذا ينبغي أن يكون التلقي هكذا ينبغي أن تكون الأمانة الأمانة في نقل القرآن الكريم لولا هذه الأمانة ما وصل علم هؤلاء الناس إلى زماننا هذا فجزاهم الله عنا خير الجزاء ورضي عنهم وتقبلهم في الصالحين ورزقنا وإياكم يعني الأمانة والدقة والتحري في ضبط كتاب الله تعالى وفي نقله وروايته ونسأل الله عز وجل ألا يجعلنا آخر السند وأن يرزق يرزقنا يعني الثبات على الحق وحسن الخاتمة عليه إنه تعالى جواد كريم توفي عبيد بن الصباح رحمه الله في سنة 235 وقيل 219 المهم أن في هذا الزمن تقريبا فرحمه الله رحمة الأمرار وجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآني يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر